موسيقى أستسطر السنودي رئيس القسمة الدبلوماسي بالأهرام المسيئة سبع الخير يا فانت يمكن زي ما قلته بدأ فعلا تصويت المصريين بالخارج عن طريق إرسال البريد عن طريق إرسال البريد ويتم إرسال المظاريف للقنسوليات والسفارات وآخر ما وقته هو يوم السبت اللي هو بكرة على طول هل من وجهة النصر حدراك هل حدراك شايف النزيقالية صحيحة ومضمونة لعملية تصويت المصريين بالخارج هو قبل من نتكلم عن القلية بس أنا عايز أتكلم عن مراحل سريعة كده لمسألة تصويت المصريين في الخارج آه يا ريت فانت احنا من فترة طويلة جدا من طالب المصريين في الخارج بقى لهم صوت صوتوا ليهم دور في العملية الديمقراطية في مصر سواء انتخابات الرئاسة أو انتخابات المجلس الشعب والشورى ولكن كان هناك معارضة كبيرة جدا للموضوع ده وكان في صعوبات وعقبات كثيرة جدا بعد 25 يناير المصريين في الخارج عملوا مؤتمرات كتير جدا وانا التقيت برئيس اتحاد المصريين في أوروبا دكتور عسام عبدالسامد وقال ان احنا لدينا رغبة كبيرة جدا في المشاركة حتى عندهم ساعدات يتحملوا تكاليف لو في لجانها تنشأ لو في حاجاتها تقام في المقرات الخارج في أوروبا أو في الدول المختلف اللجنة العليا للانتخابات قالت ان ده صعب جدا وصدر مرسوم بالعملية الانتخابية واستبعدت مسألة تصويت المصريين في الخارج جاء حكم المحكمة للدلالة العليا وقد أعطى الحق للمصريين في الخارج بالتصويت بدأ المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات يبحثوا عن مخرج وتم تعديل المرسوم الخاص بالانتخابات وأعطى الحق للمصريين في الخارج بالتصويت بدأت اللجنة على الانتخابات مع وزارة الخارجية التنصيق في كيفية وجود آلية لتصويت المصريين في الخارج كان هناك بعض الاقتراحات أن يتم التصويت عن طريق البريد الإلكتروني وهذا به صعوبات كثيرة جدا لأن من الممكن تلعب الأصوات من الممكن تزيفها لا يتوجب ضمانة حقيقية لوجود نزاهة في مسألة فرز الأصوات أو إرسالها إلى وزارة الخارجية لأنه تم عن طريق البريد الإلكتروني أه البريد الإلكتروني كانت هناك تلعب لأن هناك صعوبة أن يكون لكل فرد بس ورده من الممكن وجود هاكرز أو سطوة على هذه الأصوات التي سيتم بإرسالها أو تلعبها اللجنة توصلت أن يكون هناك تصويت عن طريق البريد العادي كيف يتم هذا التصويت والتصويت بدأ بالفعل يوم الأربعة الماضي في تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر بالتوقيت القاهرة وهناك توقيتات مختلفة في العواصم الدول المختلفة فتبدأ من ساعة وتنتهي في سبع ساعات سواء في نيويورك أو في اليابان التصويت بدأ تصويت الخارجية إبلاغ السفارات المصرية في الخارج والكونسليات بالتوجيه المصريين لهذا التصويت وكانت عملية التسجيل كانت بدأت من قبل لدينا في الخارج سبعة ملايين مصري الذين سجلوا أسماءهم للتصويت 355.565 فقط والدول اللي تم تسجيل أسفافية في كافة الدول لدينا تم تسجيل في 163 دولة كانت في مقدمة هذه الدول هي المملكة العربية السعودية لأن لدينا في المملكة العربية السعودية 1.5 مليون مصري وصل عدد الذين سجلوا للأدلاء بأسواتهم في المملكة العربية السعودية 142.671 مصري وهو أعلى الأرقام التي تم التسجيل يأتي بعدها الكويت 73.032 مصري ثم بعد ذلك الإمارات العربية 36.817 الولايات المتحدة الأمريكية وبها جالية مصرية كبيرة وصل عدد إلى 20.604 مصري هناك تفاوض بعد ذلك في الأرقام إيطاليا 7.000 وإستراليا 4.000 الدول الأوروبية هولندا فيها 1535 إذن الأعداد متفاوضة حتى وصلنا إلى أقل الأرقام في الدول التي تبعوك كثيرا عن مصر أو التي توجد بها جالية ضعيفة مثل دولة نيبالة الموجودة بجوار الهند في جنوب الشرق هي دولة صغيرة جدا بها مصر واحد فقط هو الذي يسجل للتصويت أنا أعتقد أنه السفير المصري هناك أكيد لأنها ليست لدينا جالية هناك كبيرة في نيبال خلينا مرضو أرجع مرة تانية حاليك من وجهة نظرك شايف أن دي آلية صحيحة ومضمونة لتنفيذ عملية تصويت المصرين بالخارج من وجهة نظر هي الأفضل لماذا لأن آلية التصويت المصري يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني اللجنة العودية للانتخابات وطبح الاستمرار الخاص به هناك نوعان من التصويت التصويت الفردي والتصويت بالقائمة طبقا لنظام الانتخابات المعمول به المصر الذي يقوم بطباعة بطاقة إبداية الرأي بالنسبة للفردي يختار مرشحين وبالنسبة للقائمة يختار قائمة واحدة ويقوم بتصوير بطاقته المصرية الموجودة عليها رقم القومي ويختار طبقا لمحل إقامته في القاهرة والدائرة موضحة سواء في القاهرة مقسمة طبقا للموجودة على موقع اللجنة يقوم بهذا الاختيار ثم يقوم بتصوير بطاقته الشخصية ثم يقوم بتصوير ما يثبت إقامته في المكان المكين به سواء في لندن أو في أي دولة عربية أخرى أو في أي إن كان المكان يقوم بوضعه في مظروف ثم يغلق هذا المظروف ويرسله بالبريد إلى السفارة المصرية الموجودة في هذا المجال وأكرر السفارة المصرية وليست الكنسولية يعني النص على السفارات المصرية وليست الكنسولية هذه أيضا عقبة في الموضوع لأن هناك مسافات شاسعة في عدد من الدول مثلولات المتحدة الأمريكية ده يوجد في مصر سفارة واحدة فقط في واشنطن أما الولايات الأخرى في عراسكا أو في كاليفورنيا عدد ساعات كبير جدا كبير جدا جدا إذا تم إرساله بالبريد سأستغرق وقتا ولكن هذه هي الألية التي تمت من قبل لجنة وتم كان المفروض أن تنتهي تلك تسلم مصاريف التصويت يوم السبت في الساعة صباحا ولكن وزارة الخارجية مدت هذا القرار حتى الثانية عشر ليلة سيتم استلام هذه المصاريف من كافة المصاريين في الخارج من وجهة نصر حتى تلك الصعوبات الوحيدة اللي بتواجه فكرة أن تسويت المصاريين من الخارج يتم عن طريق البريد هي فكرة لو فيه ولايات مختلفة في حيث تدفع عمل الوقت عمل الوقت وكافية توصيل هذه الخطابات ومن الممكن أن تتأخر في البريد فلا تصل ممكن أن تصل بعد المعادل المحدد هناك بعض الصعوبات ولكن هذا هو هذه الطريقة الوحيدة التي رأت اللجنة العلية التي خبت أن يكون هناك تسويت بها بعد أن فشلت مسألة إرسال قضاء إلى الصفارات وفشلت أيضا عملية إقامة لجان داخل بعض الكنسوليات والصفارات لأنه عندما بدأت وزالة الخارجية في بحث هذا ودرسة هذا الأمر اكتشفت أن هناك كونسوليات في مصر موجودة في كندا في الدور 42 في إحدى العقارات من الذي سيصل هناك وهي شقة صغيرة جدا لها تستوعب عدد المصريين وفي السعودية لدينا مليون ونصف مصرية إذا بدأوا في التصويت سيستغرقون أكثر من شهر في مكان واحد فهناك صعوبات كبيرة جدا في مسألة أن تكون هناك لجان للمصريين في الخارج للتصويت بها نظرا لكسرة الأعداد ونظرا لصعوبات التي تواجه هذه العملية إذن مسألة البريد من وجهة نظره وحل وسط لتمكين المصريين من المشاركة في عزية العملية وفي نفس الوقت لإنهاء هذه العملية التصويتية أو الانتخابات وقد بدأت مبكرا في المرحلة الأولى ستنتهي يوم غدا إن شاء الله قبل بدء عملية التصويت في القاهرة لإنه إرسال هذه العملية التصويتية للجان للسفرات ثم تجمعها وإرسالها للقاهرة وفرزها سيستغرق وقتا حتى قبل أن تتم العملية الانتخابية في مصر هاريك يمكن أن أقول سترة أن يمكن كان فيه مقتراحات تم تقديمها لكيفية تصويت المصريين بالخارج هاريك من وجهة نظرك كنت شايف إيه الطريقة الأمثل لتصويت المصريين بالخارج والله يعني من وجهة نظرك كانت طريقة الأمثل أنه كانت تتم إقامة اللجان في كل كونسولية أو في كل سفارة مصرية وكان من الممكن أن يتعامل ده لأن ده يعني فيه مشاركة حقيقية يعني أنك تزعب للجنة وتقفل طبور وتدلي بصوتك كان ده هيبقى أفضل كثيرا لأن ده كان هيفعل العملية بشكل أكتر وكان هيبقى فيه إقبال من المصريين في الخارج على التصويت بصورة أكبر من كده لأن أنا أقول لحضيك لدينا في الخارج مقرب من سبعة مليون مصري الذي قام بالتسجيل في التصويت فقط 355,565 هذا رقم ضئيل جدا من المصريين في الخارج ولكن إذا كانت هناك لجان وكانت هناك إشراف عليها من السفراء والكناصلة المصريين في الخارج كانت سيكون الطريقة أفضل وكان هناك استعداد من قبل المصريين في الخارج لأن يساهموا في تكاريف قامة هذه اللجان وإنشاءها كان هذا سيكون أفضل كثيرا من مسألة البريد الصوتي وعليك شايف كمان أن هل الوقت كافي الإمكانية تسجيل المصريين كلهم في أصواتهم؟ لا لا هذا الوقت طبعا كان ديق جدا نظرا للتأخير في مسألة البت في عملية تسويت المصريين في الخارج وقاليات اللجنة وإن كان ده كان مطروح من عدة شهور ولكن نحن تأخرنا كثيرا مثل ما نتأخر في العديد من القرارات التي تتزر سواء من حكومة الدكتور عسام شرف السابقة أو من المجلس العسكري نفسه هناك تأخير كبير جدا في إصدار القرارات فيما يتعلق بالعديد من القوانين معالجة الكثير من القضايا من قبل المجلس العسكري لدرجة أن الشرع بدأ يشعر أن المجلس في وادي والشرع في وادي آخر لدرجة أن العديد من الأحزاب السياسية والقوى السياسية المختلفة التي تجلس من المجلس العسكري عقب انتهاء الاجتماعات تخرج وتصرح بأن بعدها بيوم أو يومين أن لم يقوم المجلس بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بل صدرت قرارات بعيدة تماما عن ما تم الاتفاق عليه هذا يعني عكس بالطبع ليس على الشرع المصري في مصر ولكن أيضا على المصريين في الخارج فهناك تواصل مستمر بين المصريين في الخارج وبين الشرع هنا في الدرجة هل فيه كمان مساعدات هتتم من قبل الدول دي لمساعدة المصريين في الإدلاق بأصواتهم؟ هيتم تقديم مساعدات مثلا؟ هل في مصر أم في الخارج؟ في الخارج أنا أتكلم يعني لا أعتقد أن هناك مساعدات من الدول مختلفة للمصريين بأصواتهم في الخارج الموضوع لا يحتاج إلى مساعدات لا مش أصي المساعدات مالية أكيد أنا أتكلم بساعدات من الدولة نفسها من الدولة نفسها يعني مثلا أجازة في اليوم ده يعني فاتح بقنسوليات من وقت معين لوقت معين لا لا هو اللي تم إن فاتق الكنسوليات المصرية أو الصفرات المصرية مفتوحة من 9 ساعة صباحا حتى السنية 10 ليلا يوميا من يوم الأربعة حتى يوم السبت المقبل غدا هذه التسهيلات التي تكون بها جمهورية مصر العربية وليست أي دولة أخرى الدول التي المقيمة أنت بها ليست لها علاقة بحملية الانتخابات أو التصويت إلا إذا كنت ستكون بهذا التصويت عن طريق عمل لجان لجان تصويتية وانتخابات في هذه الحالة لابد أن تبلغ السلطات الدولة الأخرى حتى تعلم أن هناك انتخابات ستتم وهناك عمليات تصويت حتى تكون بتأمين هذه الانتخابات تبقى للقوانين الموجودة بها أما أن يتم التصويت عن طريق البيت فهو لا يحتاج أي شيء أنت تدخل على الإنترنت ثم تكون بطباعة البطاقة ثم ترسلها عن طريق البيت هذا لا يحتاج تدخل أو مساعدة من أي سلطات أخرى